ضبطت الجهات المختصة سيارة محملة بكميات كبيرة من ذخيرة قادمة من المنطقة الجنوبية باتجاه محافظة دمشق السيارة تحتوي على حوالي 250 صندوق ذخيرة من أنواع مختلفة بالإضافة إلى عدد من صواريخ اركي تي 68 مليمتر كانت مخبأة بطريقة سرية داخل السيارة عندما تم ضبطها من خلال عمليات الرصد والمتابعة الأمنية لنشاط المجموعات الإرهابية المسلحة استطاعت قوة من مكافحة الإرهاب ضبط سيارة محملة بكميات كبيرة من الأسلحة والزخائر المتنوعة متجهة من المنطقة الجنوبية باتجاه مدينة دمشق وأن نوعية وكمية الزخائر المضبوطة تؤكد بما لا يدع مجال الشك دور الدول الداعمة في سفك الدم السوري ويؤكد على الدور الكبير لدعم التنظيمات الإرهابية وخاصة تنظيم جبهة النصرى وداعش السيارات تحتوي على كميات كبيرة من الزخائر المتنوعة 246 صندوق من الزخيرة الحية إضافة إلى أربع صواريخ بريطانية الصنع وكمية من الزخير المتوسطة اشتركوا في القناة